الخبر الأول اللي عدنا عن نارين بيوتي وتاريخ نزول أغنيتها الجديدة وهل الأغنية راح تكون لوحدها اللي راح تكون ويا موفلوكس فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تطلب بها من المتابعين انه يسئلوها أسئلة فأول سؤال جاه هو من شخص يقول لها شوقت راح تنزل الأغنية الجديدة فترد عليه نارين بيوتي انه بالشهر الـ 12 والسؤال الثاني هل الأغنية راح تكون لوحدك او راح تكون وياها شخص شاركك فترد عليه نارين بيوتي راح تكون لحالي وبهذا يعني انه الأشخاص اللي كانوا متوقعين انه الأغنية ممكن تكون ويا موفلوكس للأسف كلامكم غلط السؤال الثالث والأخير هو عن زواج نارين بيوتي فواحد من الأشخاص كاتبلها ما مقرر انه تتزوجين فترد عليه نارين عندك عريس يعني بالمختصر لا عليكم ان يا حبايب اكتبونا بالكومنتاج قد انتم متحمسين الأغنية الجديدة وتتوقعون حلوة ولا ولا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي هي أسو فأسو نزلت على حساب عبل انستغرام شوية ستوريات تعلن بها ان المفاجأة اللي مجهزتها قرب موعدها كلش وتقول انه بس تنزيل المفاجأة راح تنصدمون من كثر ما هي خرافية أحطوكم الستوريات شوفوها راح العظيم بدل عد تنازلي يعني شغلت اسبوعين ثلاثة وأقدر أعلن عليها كلش متحمسك كلش المفاجأة حصر عملاقة شي كلش كلش حلو يعني خبر فاكتبوني يا حبايا بالكومنتات شنو تتوقعون المفاجأة أما اليوتيوبر الثاني فهي نور ستار فنور نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي يتحمس بالمتابعين للمقطع اللي راح ينزل اليوم فهذا المقطع شكله حيكونوا ينارين بيوتي فكاتبه بكرة أنه نارين جاهزين للفضايح فهلا يستور يا رب وأكيد منتظرين المقطع حنشوفه الخبر الثالث اللي عدنا عن واخيرا وسام تيكيت يرجع لليوتيوب بقوة وأكيد يقصف لبعض اليوتيوبر فوسام نزل على حسابه بالانستغرام شوية استوريات يقول بها أنه يوم السبت راح ينزل مقطع من فقرة مأفل وأنه هو متحمس كلش للتصوير فلهذا راح يصول حلقة ثانية من هزه وبهذا الحلقة الثانية راح تكون عبارة عن قصف وهو يوتيوبر وأولهم بيسان لأن سؤال الفقرة هو اكتب خطاب مؤثر حزين بحيث نعرف من اليوتيوبر الغيلة عليكم راحطوكم الاستوريات على متفتهمون أكثر أيو كيفكم أصدقائي ما أنا قادر علي صوتي لأنه رفعتي نايمين عندي المهم رفعت فقرة مأفل هايلي يوم السبت كتير مبسوط كتير بمشوي رجع الجو تبع مأفل وجو الشدوية وهيك هايلي يوم السبت يعرف مين اليوتيوبر القائل يعني أنت هتكتب خطاب ما هتذكر فيه أي اسم ولا أي لقب ولا أي شي بنوب بس من هذا الخطاب الحزين المؤثر اعتذار مثلا اعتذار للجمهور تمام؟ حينعرف مين هو القائل بس خايف من شغلة خايف أنه فيه ناس رح تنظلم فيفضل أنه نشكل يعني مو أنه نركز على شخص واحد لا أيك كل واحد يكتب عن شخصية شكل ولا نشوف نفهم على بعض أنا وياكم بدون ما نذكر اسم فأول يوتيوبر قصفها مو بيسان تيكت وأنما بيسان اسماعيل فويسام نزل هذا الستوري ولكن حذفه ورا نص ساعة بس بحيث كان واحد من المتابعين قاصف بيسان وأمها فهذا الخطاب اللي دل على بيسان أنه حبايبي أنا بابا مفقود ما لحدا ماما هي الوحيدة اللي عم تعلمني كيف قصر ملابسي وإن شهر فبليز اشتركوا بالقناة وحطوا لايك بالكي بنسى بابا ويرد عليها ويسام ديم أحد الخطابات اللي وصلت طبعا واضح مية بالمية أنه يخصد بيسان اسماعيل فهي أبوها مفقود طبعا الله يرجع بالسلامة وومها مثل ما نعرف أنه يتعلمها أنه تلبك قصير على مو تجيب مشاهدات ولايك عليكم يكتبونه بالكومنتاج شرائكم قصفه وليش هو حذف الستوري خايف أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن أحمد أبو الرب ونورستار فاللي شاف المقطع السابق يعرف أنه هم التقوا وحاليا قرروا أنه يصوروا المقطع ويبعض فأحمد أبو الرب نزل على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات يقولون بها أنه صوروا مقطع تقييم لليوتيوبر نحن نزول لكم بعد كم يوم حطوكم الستوريات شوفوها لسنا هلأ تصوير فيديو تقييم اليوتيوبرز مع أبو الرب قيز الفيديو جبنا العيد جبنا العيد ولا ما جبنا العيد جبنا أم العيد جبنا أبو العيد ما ما خليت حتى تحكي كل في قلبها مصائب بدو إعداد بدو شي ثمانة ساعات إعداد ما تحينزل تقريبا عطوني وقت خلال كم يوم يعني حنزلكم يعني خلال كم يوم والله بأسرع وقت سو ترقبوا فيديو ذوي نار وبس والله هنا وصل الناهات المقطع أتمنى مقطع جاوكم ليسوا تحطوا لايك وشاركوا بالقناة وشاركوا بالقناة وشاركوا بالقناة وشاركوا بالقناة وبس مع السلامة